جاء عزيز إنه حزب الله أطلق الصافرة يعني لقاء جنبلاط وحزب الله إذن أتى بطلب من حزب الله يعني إذا هو أطلق الصافرة يعني هل هو عم بيبادر لزيارة جنبلاط ولزيارة جبران بسيل بكرة يعني هون فيه اختلاف بالمعطيات يعني من يطلب لقاء الآخر؟ الحزب أم الآخرين عم يطلبوا لقاءه؟ هلأ برجع على موضوع المبادرة يعني بدي أحكي عن هذا الموضوع شوي هلأ دي ضل معنا وقت بس إنه عطفا على أطلق الصافرة يعني وبعتقد حتى يمكن الاختلاف شوي مش غلط يعني بل أحيانا ممكن يكون ضروري اللي طلب اللقاء هو نائب وليد جنبلاط وعمل لك بدي أرجع لأحكي عن مبادرة لأنه هاي إشكالية هل حزب الله هو حزب مبادر أم هو حزب غير مبادر وأنا عم بحكي على مجمل الملف السياسي الداخل للبناني أول لقاء طلبه وليد جنبلاط والمفارع أنه اللقاء طلبه وليد جنبلاط وبالبداية اللقاء حدد أنه هذا اللقاء هو جزء من مجموعة لقاءات بده يجريها هو والكتلة بلشت مع القوات ومع جبران باسيل وستشمل قوى وأحزاب أخرى بالمجلس النيابي فإذن يعني المبادر هو وليد جنبلاط باللقاء وكان وليد جنبلاط العنصر المستجد أنه المرة الماضية باللقاء الأول حكي أنه تعه نعمل نكسر الستاتيك المراوحة بالبلد ونروح على رئيس توافقي لا أنتوا فيكن توصلوا خياركن ولا نحن المرة الإضافة ضل على موقفه المرة الإضافة النوعية هي تقديم ثلاثة أسماء يعني طرح وليد جنبلاط ثلاثة أسماء خلال اللقاء مع وفد حزب الله اللي صاروا معروفين بالإعلام جهد أزعور صلاح نين وقائد الجيش وقائد الجيش أنا بالنسبة لإلي بالمقاربة لهذا اللقاء أنا بشوف نقطتين مهمين النقطة الأولى العلاقة بحكي سمير جعجع معك الأسبوع الماضي بتصور هذا اللقاء ليس منفصلا عن مضمون حكي سمير جعجع في هذه المقابلة وخصوصا تلويح أنه إذا جابوا رئي جمهوريتهم لنا ما لنا بعد هذا الخيار هذا عنوان استفز كثير وليد جنبلاط وأكيد بيستفز آخرين بالبلد وكانت الصورة بجزء منها موجهة إلى سمير جعجع النقطة الثانية وأنا برأيي ما أركز عليها الإعلام هي حضور تيمور جنبلاط هذه المرة الأولى التي يحضر تيمور جنبلاط لقاء مع وفد قيادة من حزب الله وهذه مرتبطة بترتيبات العلاقة بالبيت الداخلي جنبلاطي تيمور ليس طيعا يعني مش عم بيكون طيع بالسياغات الداخلية عم بيكون له موقفه هذه نقطة مهمة بكذا قضية واحدة منه الموضوع مقاربة العلاقة مع حزب الله ومقاربة الملف الرئاسي وأيضا حتى مقاربة الملف الحكومي كما حتى مقاربة بعض الانتخابات النيابية موضوع رئاسة المجلس وإلى آخرية يعني تيمور جنبلاط هو الأكثر تشددا من وليد جنبلاط عم بيحاول لنقل لنقل أنه عم بيحاول الزلمة يعني يحفر مكان لأله بسياغة الموقف السياسي ضمن اللقاء الديمقراطي يعني بمعنى آخر هو الأكثر تمسكا بخيار ميشيل معوض أو بخيار لا لا ما بعتقد عندهم حدا عنده أوهام بإمكانية حتى لا لا أصدق الخيار مش الاسم يعني إذا كان البعض يراهن مثلا على موضوع أنه بظروف معينة بيوصل إسليمان فرنجية بعتقد بعتقد أنه بهذه النقطة تيمور بمحل تاني يعني حتى من يعني لحظة يعني تيمور جنبلاط يعارض خيار سليمان فرنجي بعتقد أنه بهذا المحل هو من يؤيد؟ مش أنه مش فكرة فكرة المرشحة التسوي هو الأساس عم بيحطها وأنا عم بقول أنه هو عم بيحاول يقدم رؤية جديدة داخل الحزب رؤية فيها شبابية رؤية إصلاحية رؤية العلاقة بإعادة إذا بدك النظر بكل الصياغات القديمة مقبل 17-20 والرؤية عم تلاقي صداها داخل الحزب التقدم الإشراكي وداخل الكتلة هلأ بتوصل والله ما بتوصل باللحظة يلي بصير فيها في ضرورة لاتخاذ قرار مين بياخد القرار؟ هاي دي قصة مفتوحة ما فينا نجزو ماذا عن موقف الحزب يعني خلال اللقاء مع وليد جنبلاط؟ يعني وليد جنبلاط طرح ثلاث أسماء الحزب شو قال؟ شو جاوى؟ بعده هلأ انتبه لشغلة حزب الله لم يعلم بعد أنه سيمان فرنجي مرشحه وأنا ما بتصور أنه حزب الله سيعلن سيمان فرنجي بالمدى القريب لسبب بسيط جدا لن يغامر بأنه يقول أنه أنا مرشح سيمان فرنجي إلا إذا كان ضامنا بنسبة عالية وصوله إلى رئاسة جمهورية لا يتحمل حزب الله أنه ينقال أنه هو طرح الاسم ولم يتمكن من إيصاله يعني عندما طرح ميشيل عون كان حاطط حاله أنه خلاص هذا خيار بده يوصل لميشيل عون وأخذ وقت تتبنى الموضوع تكتملت كل المعطيات ترشيح ميشيل عون أنا مش شايف بالمدى القريب تبني قريب لترشيح سيمان فرنجي يعني شايف فراغ سيطول أم اسم آخر حتما للمعطيات اللي قال زميلنا بالمعطى الإقليمي بالمعطى بياخدك هذا كله يتو على مشهد داخلي المراوحة مستمرة مش شايف حتى الحكي عن كل عناصر الأمن والوضع الاقتصادي والدولار وأنه هذا الاشتباك المحتدم بالإقليم والمعطيات الداخلية الساخنة لنقول أنه هاي المعطيات أنه بتخذنا على سكة رئيس بالمدى القريب قبل ما تابعا